طبط أوقاتكم مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية هذه جيهام منصور تحييكم من العاصمة الأمريكية واشنطن وحلقة جديدة وعين على أمريكا اكتسح الرئيس الأمريكي جو بايدن والسابق دونالد ترامب الانتخابات التمهيدية لرئاسة في الثلاثاء الكبير والذي اقترعت فيه 16 ولاية أمريكية من الساحل الشرقي للساحل الغربي للولايات المتحدة واقترب بايدن وترامب من الرقم السحري للمندوبين الذي يمكنهما من نيل بطاقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري للترشح باسم الحزب في الانتخابات العامة في نوفمبر القادم فيما حصلت السفيرة السابقة للأمم المتحدة ناكي هالي على فوزها الثاني بعد العاصمة واشنطن في ولاية فيرمونت وقررت انهاء حملتها الانتخابية بعد الخسارات التي منيت بها منذ بدء السباق الرئاسي التمهيدي في الحزب الجمهوري لصالح ترامب ما يعزز فرضية جولة إعادة بين بايدن وترامب على غرار السابقة في عام 2020 ويستعد بايدن لإلقاء خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس بغرفتيه النواب والشيوخ فيما عزز ترامب من هيمنته على قواعد الحزب الجمهوري وأكد شعبيته الجارفة بينهم